السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في هذا الدرس الجديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة والتكنولوجيا المعلومات درسنا اليوم هو الدرس الثالث الملفات والمجلدات دائما في إطار الوحدة الأولى مكونات الحاسوب والمعلومات المصورة وتذكرون أعزائي الطلاب أننا تعاملنا في درس سابق مع المجلدات والملفات حيث تعلمنا أو تذكرنا العديد من المهارات العملية المفيدة كحفظ المستند من خلال تبويب فايل والخيار Save As أو عن طريق اختصارات لوحة المفاتيح ومزامنة الزرين Control مع S وفتح المستند أساسا من خلال تبويب فايل والخيار Open أي افتح أو من خلال اختصار لوحة المفاتيح Control مع O أيضا إنشاء مجلد جديد من خلال New Folder أي مجلد جديد هذا إلى جانب تقنية ضغط الملفات والمجلدات من خلال Send To والخيار Compressed Folder أي مجلد مضغوط وفي إطار استكمالنا لاكتساب هذا النوع من المهارات العملية المتعلقة بالتحكم في المجلدات والملفات في نظام التشغيل Microsoft Windows لدينا اليوم أعزائي الطلاب أربعة مهارات عملية جديدة ويوافقها بطبيعة الحال أربعة أهداف وهي كالآتي أولا أن تنسخ عزيزي الطالب المجلدات والملفات ثانيا أن تنقل المجلدات والملفات ثالثا أن تبحث عزيزي الطالب عن مجلد أو ملف ورابعا وأخيرا أن تستعرض خصائص الملف هذا وتجدون هذه الأهداف أعزائي الطلاب بالكتاب المدرسي من الصفحة الأربعين إلى الصفحة الثامنة والأربعين مصطلحات الدرس نسخ Copy قص Cut لسق Paste البحث Search خصائص Properties وأخيرا مخفي Hidden إلى الهدف الأول والمهارة العملية الأولى نسخ المجلدات والملفات لنسخ مجلد أو ملف أعزائي الطلاب سيتوجب علينا بديهيا في بادئ الأمر تحديد هذا الملف أو المجلد الذي نريد نسخه ومن ثم القيام بأحد الخيارين التاليين إما الضغط على الزر الأيمن للفأرة والخيار Copy أي نسخ من خلال القائمة المنسدلة أو أن نعوذ ذلك من خلال اختصارات لوحة المفاتيح والضغط المتزامن على الزرين Control مع C مثل Copy ثانيا سيتوجب علينا اختيار مكان اللسق وسيكون بطبيعة الحال مجلد ثاني على حسوبنا هذا قبل أن نضغط مرة ثانية على الزر الأيمن للفأرة والخيار هذه المرة Paste أي لسق يمكننا أيضا أن نعوذ ذلك باختصار لوحة المفاتيح ومزمنة الزرين Control مع V إثر القيام بذلك أي تنفيذ هذه الخطوة الأخيرة سيكون لنا نسخة عن ذات الملف أو المجلد الذي نريد نسخه وسيقوم النظام بوضعها تماما في مكان اللسق الذي اخترناه هذا بطبيعة الحال مع المحافظة على النسخة الأصلية في مكانها الأصلي فلنحاول الآن أعزائي الطلاب الاستفادة من هذه المهارات الجديدة نسخ المجلدات والملفات إلى جانب المهارات العملية التي تعلمناها سابقا لنقوم بإعادة تنظيم وترتيب الصور والمستندات الخاصة بالدرس السابق المكونات المادية للحسوب لذلك سيكون لدينا هذا المجلد الرئيسي المكونات المادية للحسوب سنحفظ داخله ما يتعلق بالأجزاء الرئيسة لوحدة النظام ويكون لنا بذلك مجلدا فرعي بهذا الاسم أما ما يتعلق بالأجهزة الملحقة فسنحفظه في مجلد فرعي باسم الأجهزة الملحقة بطبيعة الحال سنضع المستندات داخل مجلد فرعي باسم المستندات والصور سنحفظها داخل مجلد باسم الصور من المفروض الآن أن ننشئ مجلد جديد أيضا لنحفظ داخله الصور المتعلقة بالأجزاء الرئيسة لوحدة النظام أغير أننا أعزائي الطلاب قد قمنا بذلك مسبقا أي إنشاء المجلد الجديد باسم الصور داخل الأجهزة الملحقة لماذا الآن لنستغل مهارة النسخ ونقوم بنسخ هذا المجلد ونضع هذه النسخة الجديدة داخل مجلد الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام فلنطبق ذلك الآن على حسوبنا ولنرى النتيجة عمليا هذا هو أجزاء الطلاب قسم المستندات دوكيمتس بالحسوب وهذه هي بنية المجلدات التي رأيناها في شرحنا النظري هدفنا كما تذكرون هو أن نقوم بنسخ هذا المجلد الصور ونضع تلك النسخة في مجلد الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام فلنطبق خطوات الطريقة الأولى أي باستخدام الفأرة واحد تحديد المجلد الذي نريد نسخه ومن ثم الضغط بالزر الأيمن على الفأرة ومن خلال القائمة المنسدلة نختار أحسنتم أمر النسخ copy ثم في مرحلة لاحقة تحديد مجلد اللسق الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام ندخل داخله ثم نقوم بالضغط مرة ثانية على الزر الأيمن للفأرة وهذه المرة نختار خيار paste أي اللسق فيظهر لنا مباشرة المجلد الذي قمنا بنسخه فلنعد هذه الخطوات ولكن بالطريقة الثانية أي باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح نقوم أولا بتحديد هذا المجلد مجلد الصور الذي سنقوم بنسخه وهذه المرة سنقوم بالضغط المزدوج على الزرين control مع أحسنتم c أي copy نحدد مجلد اللسق وهو دائما مجلد الأجزاء الرئيسة وهذه المرة أيضا نستخدم اختصارات لوحة المفاتيح وأمر اللسق من خلال control مع V ممتاز فنتحصل تماما على نفس النتيجة فلنراجع الآن بنيتها المجلدات بعد عملية النسخ الأجهزة الملحقة لا شيء يتغير أما فيما يخص الأجزاء الرئيسة في وحدة النظام فتلاحظون ظهور المجلد المنسوخ الصور الهدف الثاني نقل الملفات والمجلدات إذ يتوجب علينا أحيانا عزائي الطلاب أن نقوم بنقل ملف أو مجلد على حسوبنا من مكان إلى مكان ثاني أي من مجلد من مجلده الأصلي إلى مجلد ثاني لذلك سيتوجب علينا دائما في بداية الأمر تحديد هذا الملف أو المجلد الذي نريد أن ننقله ثم سنقوم بعد ذلك بعملية تسمى بعملية القص وذلك بإحدى الطريقتين إما من خلال الخيار Cut في القائمة المنسدلة على إثر الضغط على الزر الأيمن للفأرة أو يمكننا القيام بالقص من خلال اختيار الزرين Control مع X في اختصارات لوحة المفاتيح الخطوة الثانية هي دائما كما رأينا في الهدف السابق اختيار مكان اللسق أي حيث نريد لسق هذا الملف أو المجلد هذا قبل أن نقوم حرفيا بعملية اللسق بالطريقتين ذاتهما أي من خلال الخيار Paste في القائمة المنسدلة إثر الضغط على الزر الأيمن للفأرة أو أن اللسق يكون أيضا باختصارات لوحة المفاتيح وكما رأينا ذلك الزرين Control مع V على إثر القيام بذلك أي القص ومن ثم اللسق سيقوم النظام بنقل المجلد أو الملف حرفيا من مكانه القديم إلى المجلد الذي اخترناه لللسق إذن هدفنا الآن أعزائي الطلاب هو أن نقوم بنقل هذا المجلد مجلد المستندات من مجلد الأجهزة الملحقة إلى مجلد اللسق وهو مجلد الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام إلى جانب مجلد الصور هذا الذي قمنا بنسخه في الهدف السابق إذن فلنقوم بذلك بالطريقتين أي عن طريق الفأرة وعن طريق اختصارات لوحة المفاتيح الطريقة الأولى والخطوة رقم واحد أولا تحديد المجلد الذي نرغب في نقله وهو مجلد المستندات الخطوة رقم اثنين الضغط على الزر الأيمن الفأرة وخيار القص نعم أحسنتم لاحظوا كيف أن لون المجلد أصبح شفافا وهو دليل على أن عملية القص قد تمت بنجاح الخطوة رقم ثلاث تحديد مجلد اللسق وهو الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام في هذا المكان الفارغ الضغط على الزر الأيمن الفأرة ونقوم باللسق من خلال الخيار paste فنلاحظ ظهور مجلد المستندات داخل مجلد الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام فلنتأكد من بنية المجلدات بعد عملية القص الأجهزة الملحقة بات يحتوي فقط على الصور لأننا قد قمنا بنقل مجلد المستندات أما عن مجلد الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام فيحتوي مجلدا للصور ومجلد المستندات الذي أتينا على نقله فلنجرب الآن أعزائي الطلاب الطريقة الثانية نعيد الأمور إلى بادي أمرها ونستخدم الآن اختصارات لوحة المفاتيح إذن الخطوة رقم واحد تحديد المجلد الذي نريد نقله ومن ثم عملية القص من خلال اختصار لوحة المفاتيح ومزامنة الزرين control مع نعم أحسنتم X لاحظوا اللون الشفاف أي عملية القص نحدد الآن مجلد اللصق وهو الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام وداخل هذا المجلد سنعتمد الآن على عملية اللصق ومزامنة الزرين control مع نعم أحسنتم V فنتحصل تماما على نفس النتيجة فلنراجع ذلك سويا داخل الأجهزة الملحقة اختفى مجلد المستندات وأصبح موجودا داخل مجلد الأجزاء الرئيسة لوحدة النظام الهدف الثالث البحث عن مجلد أو ملف حيث أننا عزاء الطلاب ومع امتلاكنا لعدد كبير من المجلدات والملفات على حسوبنا قد ننسى أحيانا أين قمنا بحفظها لذلك تكون مهارة البحث عن مجلد أو ملف مفيدة جدا في هذه الحالة فإذا ما أردنا مثلا البحث عن مستند معين نقوم بفتح قسم المستندات documents في الحاسوب ومن ثم نذهب إلى أعلى الزاوية اليمنى وإلى خيار search documents نقوم بعد ذلك بكتابة اسم الملف أو المجلد الذي نبحث عنه في مربع النص الخاص بخيار search documents فيعرض لنا النظام إذ ذاك مختلف المجلدات والملفات بهذا الإسم إذا ما نسينا أعزائي الطلاب الإسم الكامل للملف أو المجلد الذي نبحث عنه فيمكننا الاستعانة بهذا الرمز رمز النجمة وهو ذاته رمز عملية الضرب في لوحة المفاتيح الذي يمثل أي عدد من الأرقام والأحرف في اسم الملف أو المجلد فإذا ما أضفنا مثلا الحرف G فإننا بذلك نريد العثور على كل المستندات والمجلدات التي يحتوي اسمها على الحرف G وأي عدد ثان من الأحرف والأرقام فكما نلاحظ هنا يعرض لنا النظام نتيجة البحث وهي المجلدات والمستندات التي تستجيب لشروط البحث التي وضعناها أما الآن فلنطبق البحث عن الملفات والمجلدات على حسوبنا ولنرى نتيجة ذلك عمليا الآن أعزائي الطلاب فلنلاحظ خيار search documents في الزاوية الأعلى من يمين الشاشة حيث قلنا في الشرح النظري أنه يمكننا كتابة اسم المجلد أو الملف الذي نبحث عنه إذا ما كنا نعرف هذا الاسم كامل مثلا إذا ما أردنا البحث عن الأجهزة الملحقة ففور انتهائنا من كتابة الاسم يعرض لنا Microsoft Windows المجلدات والمستندات بهذا الاسم أما إذا كنا لا نعرف الاسم الكامل فيمكننا الاستعانة بالرمز كما قلنا نعم ممتاز النجمة مثلا مع الحرف جيم وسيعرضنا للنظام كل المجلدات والمستندات التي تحتوي على هذه الأحرف ماذا يعني ذلك؟ أي الحرف جيم وأي عدد ثاني من الأرقام والأحرف في اسم الملف أو المجلد أما الآن وقد تعلمنا مهارات نسخ ونقل والبحث عن الملفات والمجلدات حان الوقت أعزائي الطلاب لنتعرف إلى بعض المميزات المتقدمة والمتعلقة بالتعامل مع الملفات والمجلدات كاستعراض خصائص الملف ويقصد بخصائص الملف مجموعة المعلومات المتعلقة بالملف كتاريخ إنشائه وحجمه وموقعه إلى آخره للقيام بذلك علينا اتباع ثلاثة خطوات رئيسية بالتسلسل الآتي أولا يجب علينا تحديد موقع الملف الذي نريد استعراض خصائصه كأن يكون مثلا في قسم المستندات وليكن هذا الملف هو ملف الأجهزة الملحقة الذي بحثنا عنه في الهدف السابق ثانيا سيتوجب علينا الضغط على الزر الأيمن للفأرة والضغط على الخيار Properties أي الخصائص فيفتح لنا النظام تلقائيا هذه النافذة نافذة خصائص الملف فنقوم بالتعرف عليها واستعراضها أولا Type of File نوع الملف وتقوم بتحديد نوع الملف في حالتنا هذه هو ملف Microsoft Word ثانيا OpenSuite أو يفتح بواسطة وتقوم بتحديد البرنامج الذي يستخدم لفتح الملف وهو Microsoft Word في حالتنا هذه أيضا Location أي موقع الملف Size ويقوم باستعراض حجم الملف SizeOnDisk ويقصد بذلك المساحة المطلوبة على القرص الصلب للحاسوب لحفظ هذا الملف Created وهو تاريخ إنشاء الملف Modified أي تاريخ تعديل الملف Accessed ويقصد بذلك تاريخ آخر عملية فتح للملف ولدينا هذه الخاصية المفيدة وهي خاصية hidden مخفي وبالضغط عليها فأننا نحول هذا الملف إلى ملف مخفي لدينا أيضا خاصية read only أي للقراءة فقط وبالضغط عليها يصبح الملف غير قابل للتعديل بعد استعراض هذه الخصائص يتوجب علينا في مرحلة أخيرة عزيزة طلاب الضغط على الزر OK لإقفال هذه النافذة إلى الشرح العملي الآن عزيزة طلاب حيث نريد استعراض خصائص هذا المستند الأجهزة الملحقة وتقوم الخطوات كما رأينا ذلك في الشرح النظري أولا على تحديد هذا المستند ومن ثم الضغط على الزر الأيمن للفأرة ولاحظوا معي في آخر هذه القائمة المنسدلة الخيار properties أي الخصائص نضغط عليه فيفتح لنا نظام التشغيل Microsoft Windows هذه النافذة نافذة الخصائص لهذا المستند ويمكننا إذ ذاك تصفح كل المعلومات الخاصة بالمستند كtype of file نوع الملف opens with البرنامج الذي يتولى فتح هذا النوع من الملفات إلى غيره من الخصائص التي رأيناها بالتدقيق والتفصيل في الشرح النظري انتبهوا أعزائي الطلاب هنا إلى آخر القائمة نريد أن نجرب هذه الخاصية hidden أي ملفا مخفية عندما نضغط عليها ونؤكد ذلك بالضغط على الزر OK لاحظوا كيف أن لون المستند يصبح شفافا أي أنه بات منذ الآن من المستندات المخفية كيف نقوم بإخفائه إذن؟ عند تبويب show hide أي إظهار وإخفاء لدينا هذه الخاصية hidden items أي العناصر المخفية نضغط عليها فيختفي الملف نريد إظهاره مرة ثانية إلى جانب كل الملفات والمجلدات المخفية في هذا المكان نضغط هنا فيظهر المجلد أو الملف أو أين كان مرة ثانية كيف نعيد هذا الملف إلى وضعه الطبيعي؟ أي إلى ملف عادي نعود مرة ثانية إلى خاصية hidden في نافذة الخصائص نضغط عليها من جديد ونضغط على الزر OK لتأكيد ذلك فنلاحظ كيف أن المستند عاد إلى وضعه الطبيعي ترجمة نانسي قنقر